الناس لا يخفون الاله الخوف نفسه هو الاله طبيعا يهزم امامي فهم لا يفهمون قوتي رجال مفاخرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعلكم في حلقة رجال مفاخرون شخصيتنا هي الشخصية الفريدة من نوعها انيل اول ظهور انيل في الانيمي هو في حلقة 167 وفي المنجا 254 منصبه كان في الانيمي هو حاكم سكايبيا بادعاه الاله لسكايبيا والمكان الحالي هو اللي يقضم فيه هو في القمر ولده في السادسة من مايو والعمر هو 39 والطول هو 266 سنتيمتر وفصيلة دمه هي اس انيل يمتلك ربطته رأس بيضاء ويمتلك شحمة اذن طويلات جدا وبها اقراط ثقيلة ولا يلبس رداء علوي بل هناك طبال على اكتافه من كتف الايمن الى الكتف الايسر بعدد اربعة طبال وسرواله للسال الطويل منقبض على الرجلين كذلك يمتلك عصاه طويلة من الذهب طبعا شكل ان الاقتبس من الالهة اليابانية والعياذ بالله ريجين ريجين هو اله البرق والدمار الى اخرة والان نتكلم عن شخصيته هو الشخص يظن بانه اله وشخص خالد وذو قوة عظيمة وذو سلطة مطلقة لا يخاف ولا يهتم بتاتا باي شي في العالم ما عدا نفسه كذلك هو احد صفاتها النرجسية والطفولية كذلك وفي الاخير لديه عقدة الاله اقل بوقته يمضيه في النوم والاسترخاء والمعاقبة والترصد والتنصد يعني فيه اشياء كثيرة كي يسويه يوم وقت ما هو جالس وفوق ذلك كله يمتلك مهارات قتالية عالية جدا وتحكم بالفاكهة عالية جدا كذلك الان نتكلم عن علاقاته في جزيرة سكايبية طبعا انل هو رأس الهرم في هذه الجزيرة ويمتلك جيشها الخاص النخب من هذا الجيش هم خمسة كهنة كذلك عدد المحارب العلويين مثل هاتوري وكتري الاخرة فيه تصريفات في السلم الجنود الى ما توصي الى دول قنصونات البيضاء اللي يسلمون كينا مدري كيف يسويه لكم طبعا فيه شخصية اخرى تسمي يوم اظنه هو الوزير او اعلى الرتمة في جنرالات حقينا الان نتكلم عن تأثيره في جزيرة سكايبية من اخذ الحكم من الحاكم السابق فانقول اظن اسمها هو قنفول مرت الجزيرة بحكم جدا مختلف وغريب لان في خلال حكم قنفول كان هناك مشكلة بين شنديان وقاطنوا الجزيرة في مشكلة على من يملك الارض التربة الى اخرة فجاء انيل هزم الحاكم تحل الحكم بالغصب والقوة الغاشمة حتى نظرته الى الحاكم السابق انيل كان ينظره باستحقار واستهتار ومو دقل احساب ولا هب شايفه شيء ولا هم عبره فظل الحاكم مختفي حتى لظهور طاقم قبعة القش والان نتكلم عن قوة الشخصية قوة الشخصية جدا جدا قوية طبعا قوة بانت يمهزمها الشخصية ذيك اللي من شنديان كمكاري هنا وضحت لنا قد ايش قوة مرعبة جدا بعد قوة الجسدية يمتلك هاكي التنبؤ ويسمى في اسكاميبيا بالمنترا شفنا كيف كان قتاله مع زوره وروبنه ويظنه وقوة بوحمة الشنديان كيف كان يتشغلب بيده وحده يعني كان رجان متمكن عضليا وقوة بفاكهته انيل يمتلك فاكهة باسم قرو قرو نومي يعني برغ برغ نومي زي ما شفنا كروكودال كيف كان متمكن في فاكهته هنا انيل ورانه مستوى مختلف تماما من التحكم بالفاكهة لانه كان يستخدمها للتنصت للتحوير للاشتباك للقتال للتحريك الاشياء الميكانيكية فعلا كان متمكن جدا والان نتكلم عن ابرز تقنيات اللي استخدمها في القتال اول تقنية هي باسم باري تتيح الاستخدام من واحد مليون الى ميتين مليون طريقة استخدام هذه التقنية باري عبارة عن نشر كهرباء في الهواء وتجميعها واطلاقها في نفس الوقت مكون انفجار هائل او صغير على حسب استخدامها الشخصي لها التقنية الثانية هي سانجو وهي تقنية يطلقها من يده لاي مكان في الجزيرة او اي مكان حوله قريب او بعيد ما تفرق معا التقنية الثالثة التور معناها حساب الاله او عقاب الاله باستخدام القيوم يركز كمية هائلة جدا من الكهرباء او البرق ويطلقها دفعة واحدة كالرصاصة من فوق حتى تدمر الهدف والان مع التقنية الرابعة باسم كاري كاري هي التقنية استخدمها لتسخين الهواء وانشاء انفجار والان مع التقنية السادسة باسم ثلاثين مليون هينو فولت وهي عبارة عن قرع احد الطبال اللي عليك اكتافه مكون بها طائر البرق يطلقها كهجوم سريع او هجوم بطيع بتحكمها الشخصي فيه والان مع التقنية السابعة باسم ثلاثين مليون فولت كيتن وتعني وحش البرق ما تختلف كثيرا على التقنية السابقة اللهم الشكل وطريقة التحركات لهذا الوحش البرقي والان مع التقنية الثامنة باسم ستين مليون جولنقول مع الجولنقول هو تنين البرق طبعا تنين البرق عبارة عن ان يضرب على الطبلين مو طبل واحد فيمتلك قوة اعلى من كيتن وهينو طيطار البرق ووحش البرق والان مع التقنية التاسعة باسم رايقو رايقو معناها تحية البرق او مغامرة البرق وهي عبارة عن توظيف قيوم سفينة ماكسيم الانشأها انل لتكوين قيوم في السماء بشكل كثيف ودمجه بقواها الخاصة مع قوى القيوم تتجه السفينة مكون كرة ضخمة جدا جدا وحسب مذلك موقع ويكي ان هذه الكرة باستطاعتها تدمير جزيرة كاملة لو لان اللوف يتدخل ودمر هذه الكرة والان مع التقنية العاشرة باسم طبعا هذه التقنية تتخول ان يتحكم بالذهب يشكله زي ما يبي يحوره زي ما يبي يعني يتلاعب بالذهب بشكل غير طبيعي باستخدام فاكهته والان مع التقنية الحادية عشر باسم شينزو مسج او رسالة القلب هذه التقنية استخدمها يوم وايبر استخدم الصدفة على انل قتل حرفيا لكن ذكاء انل وتمكنه من فاكهته استخدم هذا الارسال شحنات كهربائية الى قلبه وصاع قلب عدة مرات حتى عاد الى الحياة في نص اللحظة اللي مات فيها والان مع التقنية الثانية عشر وهي اقوى تقنية من تقنيات انل وهي ماكس 200 مليون امرو وتعني اله البرق طبعا التقنية هذه انل يستخدم البرق الخالص او الكهرباء الخالصة لتضخيم نفسه وتضخيم قدراته اطلاقها اعلى واقوى واكثر لان هذه اعلى شيء وصلها 200 مليون فولت اخر ظهور كان لانل كان علمتن سفينته مكسيم من توجها الى القمر بحسب خطته الشخصية وعلى حسب القصة الجانبية سميت نحلتها بمهمة فضاء انل العظيمة هذه العملية هذه للبحث عن الالهة باعتقاد انل الشخصي العزبالله لكن عندما وصل الى القمر انصدم بالشي اللي شافه هو عبارة عن الاليين يسمون بالاوتوماتا كلها شاف مدينة كاملة مدججة بالاليين مدججة بالحياة مدججة بالاعمال التنقيب اعمال الحفر اعمال البناء ومعنى اللي يسأل كيف جوهة الى الاطوماتا هذول احد العلماء للجزير اللي كان فيها فرانكي عدل على نفسه كان هناك عالم صنع الاليين هذول وخلال الشي صار في المعمل حقه انفجار هو كان ياكل الدمبلينغز حقين هذول وغصب وحده فالاليين ما انتبهوا فالعالم هذا مات لكن هم مبرمجين لهدف معيقية ومعينة فيوم سوى عداء صغير حق العالم هذا سافوا بطريقة غريبة جدا الى القمر غريبة يعني مراحبا احرق عليكم وشي لطريقة هذة لنشوفوها كيف بده هناك بشوارهم لكن اللي يصطبكوا هناك انه في حلفاء وفي اعداء كذلك فظهور انل واستخدامه للكهرباء كان جيد جدا اسطوري اول موصل يعني استخدم قدرته الكهرباء الخالصة والبرق الخالص لتشغيل الاليين وتعديلهم كذلك يعني شغلهم حتى الخرباء شغله وخليه يخذ يعطي معاي السيد مننا معلومات بيعرف ايش صاير هنا ليش انتم هنا هذه كانت رحلتها معكم في شخصية انل او في عالم انل الخاص ننتظر ظهوره ننتظر سيته ان كان له ظهور وصيت الانيمي وهنا اختم حلقته معكم اقولكم شكرا جزيلا لكم لاستماعكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة